حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سعادة الدكتور عود عود الرويعي رئيس مجلس الأمة بالإنابة معالي الوزراء المحترمين معالي الدكتور حامد محمد العازمي وزير التربية ووزير التعليم العالي السيد المهندس حجرف فلاح الحجرف مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية ملؤها الحب وسلاما عبقا برائحة الطيب والعود والبخور ننشره بينكم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في حضرة قائد ملهم ووالد حبه في الحشى والقلوب يبعث الأمل ويحدون للتفوق والعمل حضوره بيننا شرف لنا ووجوده غاية المنا شرفنا بحضوره اليوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحضور الكريم يتزامن حفلنا هذا مع مناسبات غالية على قلوبنا تربطنا بحقبة زمنية تعيد إلى أذهاننا ذكريات أثبتت قوة وتلاحم ومحبة أبناء الكويت والتفافهم حول القيادة السياسية ومستقبل مشرق بقيادة حكيمة من قائد العمل الإنساني الحفل الكريم اليوم هو يوم كانت أبصارنا تشخص إليه منذ أن وطأت أقدامنا قاعات الدرس يملؤنا العزم والإيمان والإرادة بأن نحقق التفوق والتميز متسلحين بطلب العلم مؤمنين بأن بالعلم والإيمان وحب الوطن نحقق المستحيل لقد ازددنا بدراستنا ثقة بأنفسنا وتعلمنا تحمل المسؤولية لتطوير مجتمعنا والسعي نحو نهضة بلدنا علمنا أن الطموح طاقة روحية وخطة عقلية تدفعنا نحو المستقبل فاجتهدنا وعملنا وأنجزنا وبقى لنا شكر من يتوجب علينا شكرهم وأول من يستحق الشكر والإجلال والإكبار هو حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدّة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي ما فتأ يحث الشباب على مواصلة العلم والتعلم ورعايتهم عبر مؤتمرات وتوجيهات سامية للحكومة الرشيدة للعناية بهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم لأنهم هم نواة الوطن والأفق الأسمى لتحقيق الأمل وبات حضوره السنوي بيننا سنة حميدة وعادة كريمة يحبونا بها أباً وقائداً وأميراً على قلوبنا كما لا بد أن نقف موقف الشكر والحب والتقدير من أساتذتنا الفضلاء ومدربين الأجلاء الذين بذلوا معنا جهداً كبيراً ووقتاً ثميناً كل هذه السنوات من أجل أن نحقق التفوق والتميز ولا سيما الإدارة العليا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تعمل دوماً على تذليل العقبات لأبنائها الدارسين والمتدربين وأخيراً اسمحوا لي أن أقف بين يدي والدي واضعة باقة ورد عطرة وقبلة شكر واجبة لكل ما بذلوه من عناية ورعاية ووقت وتضحية بكل غال ونفيس ليشهدونا في هذا المشهد الكريم لكل الآباء والأمهات الشكر والعرفان كما إننا نعاهدكم ونعيدكم نحن خريجو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأن نسمو بالمسؤولية التي أوكلتموها لنا لبناء كويتنا ورفعة رايتها بين الدول وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقول وتبقى الكويت شعاراً ودثاراً وحباً كبيراً يتجدد في وجودنا ويتمدد بنا عملاً وتحصيلاً تفوقاً وتطوراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة